سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع الهام وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بالوجه تحديدا لتبييد بشرة الوجه وشد بشرة الوجه وعلاج التجعيد وجميع العيوب والمشاكل والاتخاص والحبوب وكل شيء كامل كما كان قولوا عليه هنا اللي كيكون في البشرة الوجه ديلكم فغادي تخلصوا منه بواسطة واحد لغوسات زوينة بزف اللي هي يعني كالتالي اللي كتكون من الخميرة ديال الحلوى كمكوين رئيسي كما غتلاحظوا في الصورة إن شاء الله المصغرة ديال هاد الفيديو هذا فغادي نحتاجوا هاد الخميرة هادي وغادي نحتاجوا الفازلين فهذا جج المكونات غادي بيدوا غادي وحدوا اللون وغادي يعالجوا التجعيد مهما كانت الحدة ديالهم لبناء تصدقوني وصفة رائعة تمنى سباك تجيها مع الام ديالك مع صديقة ديالك مع الحبيبات مع كل من كيعاني من هاد المشكلة ديال التجعيد وتبال البشرة الوجه ديالك في سن 16 كمسلا عرفوا لازين ستاس حبيباتي هو عمر ولسين دائما البشرة الوجه ديالك كيكون فيها نشهة حيوية كي تكون فيها لمعان إشراقة صافية ما فيهاش عيوب نهائيا وما فيهاش تجعيد نهائيا ومش دودة سواء كانت البشرة اللون دياله أبيل أو أصمر ما كيهمش وإنما هاد الأشياء كيما قلت لكم ما كيكونوش نهائيا فاحنا غادي نستخدموا هاد الخميرة ديال الحلوى لي مجربة ومضمونة والفازلين فقط الخميرة ديال الحلوى ما خاصش نهائيا تكون عندكم حساسية منها اللي عندكم حساسية منها حاولوا ما تستخدموهاش نهائيا باش هكذا الوصفة ما تسبب لكم حتى شي مشكلة لأنو احنا بينا نعالجوه ما بشي بغينا نزيد ونساهموه في تغييو جديال البشرة وحمرارها وبزاف ديال المشاكل فانتمنا تكونوا فهمتوني وانتمنا تاخدو هاد ناصحة بعيلا اعتبار الغزالات ديالي اكيد اي حاجة ما تتوالمكمش وما تناسبكمش حاولوا يتبعدوه لها وان شاء الله فيديوهات قادمة نجيب لكم وصفات زوينين ويكونوا بالمكونات اللي كاتبغي واللي ما غيرعملوش لكم ان شاء الله حتى شي مشكل فكيما قلت لكم الخميرة ديال الحلوى والفازلين هنا اخدي ديال الحامد علاج لأنو كيوحد لاون كيبيض البشرة ممكن استخدموا اي فازلين توفر عندكم ويلا توفر عندكم الفازلين طيب بي خصوصا الناس اللي عندهم مش رح الساسة والسيدة اللي عندهم مش رح الساسة فغاي يكون افضل استخدامو انا استخدمت غير الفازلين العادي اللي كيتبع في الاسواق صراحة حتسوها مزيان انا شخصيا كان استخدموه وكي ناسبني وكيتواتها معايا غادي نحتاج ثلاثة ديال المكونات واحد اخرين من غير هاد جوش المكونات اللي هما رئيسية فغا نحتاج الحليب غبرة ولا الحليب مجفف يعني هاد الحليب هادة اللي هو نيدو انا استخدمت هنا يا نيدو وغادي نحتاج هنا يزيت الاطفال ممكن استخدام اي زيت كي ناسب البشرة الوجهة ديالكم على حسب نوعية واشجافة دونية حساسة لانو كل سيدك يختلف نوعية اللابو ديالها من سيدة الى اخرى ولكن انا هنا حاوث نستخدم زيت الاطفال لانو تقريبا كيتواتع مع جميع انواع البشرة ديال الوجه فاللا توفر عندكم استخدموه رازوين وزوين بزاف ناس اللي ما كيبغيوش يستخدموه او ناس اللي ما عندهمش يعني معها زيت الاطفال مثلا فممكن استخدام زيت الوارد بزاف ديال زيت متخفرين وكاني الحمدولله في الاسواق ولكن انا شخصين كيتواتع معي هاد الزيت وكي ناسبني وكان استخدموه عدة استعمالات يعني صراحة مشي غير البشرة الوجهة انما الشعر وبزاف ديال الامور والجسم فعني رائع جدا فانتمنى استخدموه الى كان كي ناسب البشرة ديال الوجه ديالكم وغادي نحتاجوا ان شاء الله الى الكاكاو المور أي هي لبنات الكاكاو المور بزاف الناس غي سولوني علاج الكاكاو المور فاد لا غسيت الكاكاو اللبنات كي عالج الحبوب كي سفي البشرة يعني كي عالج بزاف ديال مشاكل في البشرة من غير انه كي اعطي واحد رائحة منعيشة انا شخصيا فاش كنستخدم الماسك او الوصفات الطبيعية ديال الكاكاو كنحس بواحد الانتخصين احساس لا مثيلة لها البنات حاولوا تجربه في هذا الاغوست وحاولوا تدخله ديما في الوصفات تلكم الطبيعية وان شاء الله ما غيكون غير الخير والنتيجة ديال هاد الكاكاون مور غادي تعجبكم مليون في المية فمنطوط عليكم كتر ونمشوا باش نتعرفوا على طريقة هاد الوصفة هادي فهنا غدي ناخد انا هنا وحد الساشي الساشي واحد كافيني صراحة كما كان نقول لكم من فئة 7 جرام نضيف كمية من الحليب المجفف نضيف كمية من الحليب المجفف نضيف ملعقة ديال الحليب المجفف ونضيف هنا الكاكاو مقدار ملعقة غير مملوقة وحد الوصفة تكون بواحد اللون يلبنات كي يحمق وبواحد الرائحة غزالة الناس اللي تقول لي في التعليق واش ممكن عدم استخدام الكاكاو المور فاكيد ممكن تستغنيوا عليه فاكيد ملعقة غير ملعقة غير بهاد الفازلين والخميرة ديال الحلوة والحليب المجفف وزيت الأطفال او اي زيت توفر عندكم فاكيد ملعقة غير ملعقة غير ملعقة غير ملعقة غير ملعقة فاكيد ملعقة غير ملعقة غير ملعقة غير ملعقة غير ملعقة اقوم بالتدور رائحة غير ملعقة غير ملعقة ومن بعد غادي نخد الفازلين معلقة ونضيف الوصفة ونخلط الكل 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 ونضيف الوصفة تكتفي غير من أجل المكونات الحليب مجفف ونضيف الوصفة تغسلها تدريجيا تبدو تدخل البشرة الوجه تغسلها تغسل بالماء الدافئ والماشي بارد و تغسل بغسول ولسابون باش هكدا تزول لكم الوصفة لانو كيما كان عرفوه على الفازلين فهي مدسمة ومع للكا وكي تبيش صراحة تزول بكل سهولة ضروري ما تستخدموا معها الماء الدفئ والصابون او الغاسون فكادي هي الوصفة ديال اليوم حبيباتي لاحظوا معي الشكل ديالها النهائي والرائحة ديالها المنعشة والرائعة وكيما كان نقول لكم مصفاك تستحكم لكم تجربة والرائحة ديال الكاكاو غتبقى في البشرات الوجهة ديالكم كيما كان عرفوه على رائحة الكاكاو وحنا سيدة نحمقوا عليها وبزاف ديالاشخاص يحمقوا عليها ايضا فنتمنى يا رب انكم تستخدموها بهذا الشكل او بدون كاكاو كيما قليكم فهو اختياري وليس اجباري نهائيا ما تبخلوش علي بوحد لايك تشجيعا لي والاشتراك في القناة وتفعلكم زي الجرس وموعدي معكم ان شاء الله وبإيدي جد في فيديو جديد ان شاء الله